في سؤال في زهن المواطن هي الدولة هتجيب منين فلوس لدراجة لكل مواطن؟ هو طبعا كلمة دراجة لكل مواطن صعب بشوية مش كل مواطني يعني أكيد اللي هيستعمله هذه الدراجة فئات معينة بس مش هل مبادرة دراجة لكل مواطن؟ أيها فنم بس أقصد إيه حاليا إحنا يعني مثلا كبار السن ما تعلموش أصلا ولا عندهم يعني جانب الرياضي بالشكل ده ويمكن يفضل مبادرة أخرى للمشي والحاجات دي من الدراجة فلو جيت حضرت تحصري الفئة اللي هي هتستخدم بالفعل الدراجات ممكن ما تبقاش يعني لكل مواطن بمعنى إحنا دلوقتي فوق المئة مليون مش هيبقى فوق المئة مليون يعني هيبقى عدد معين الشباب وطبعا الطلبة يعني بيبتجي يعني العمر ده من 15 سنة ممكن لغاية 45-50 سنة مع العلم يعني بره في 60 و65 وبيتوق ولكن سقافة الرياضة عندنا متأخرة سقافة الرياضة متأخرة أنا شايفة يعني مش دي المشكلة المادية فقط ليه لأن هنا هذه المبادرة دي بداية فبيدخل فيها البنوك بيدخل فيها كل الجهات القطاع الخاص وفي عملية توفير المبلغ وبالتأسيط وبشكل معين يمكن يكون ده جانب مش كبير قوي ممكن ممكن ينفذ يعني بالتأسيط هو المواطن اللي هيدفع فلوسها ولا الدولة اللي هيدفع فلوسها لا على حسب إنه هو المواطن اللي هيدفع ولكن بتأسيط مريح بتسهيلات كبيرة وبالتالي هنا ممكن يشارك فيها جهات كتير جهات كتير يشارك فيها لكن أنا في تصوري حتى التشريعات دي برضو مش صعبة يعني دي من الحاجات السهلة أصعب شيء أصعب شيء يعني هولندا لما جت زي ما أصعب بيقول هولندا فعلا عدد الدرجات أكتر من عدد النسم اللي موجودة فيها بس لما جم يعملوا المبادرة دي في سنتين كانت كلام ده 2016 وتنتهي 2018 خصصهم 130 مليون يورو علشان يجهزوا الطرق لأن هي المفروض أولا مش مشوش في الشارع كده لازم أماكن وحارات مخصصة لازم باركينج لازم أمور كثيرة كبنية تحتية تجهز هي دي عشان كده لو هي خرجت بر الجامعات فيبقى دي عايزة تكلفة كبيرة عايزة تنظيم معين وهكذا عشان كده نبتدي هذه التجربة زائد أصلا يعني الجانب الرياضي الجسم نفسه لم نتعود من الصغر في عملية الرياضة فبرضو لازم فيه تهيئة في ناس كدير أصلا ما طرفش تسوء عجب وممكن ما بيعرفوش فعلا يسوءه يبقى لازم فيه تهيئة وتمرين وضوابط توضع علشان يقدر أنه يمارس هذه الرياضة ترجمة نانسي قنقر